موسيقى والفضاحة بالموضوع هي الاستوب التي ستنكشف فيه التفاصيل المروعة لمخططة عملية الانتقام من الأمير محمد بن سلمان ما يشبه لقاء قمة وأقطاب بالحرم المكي وتصفية حسابات داخل الحرم المكي هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم راح يخلي الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت باتجاه العرش يسخن ويولع أحد الملفات التي تتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن وبن سلمان كل شيء بالرياض راح يكون مغير بهذا النهار لأنه الحدث سيكون مروعا بالعاصمة ومحولها خبر عبور صحن طائر بسماء السعودية رمز ديني يعبئ المشهد الإعلامي السعودي ويتحدى ويبارز ويواجه كل المحاولات يفاجئ الملك سلمان المملكة بقرارات جديدة وليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لأخرى شخصية سعودية لن تكون بأمان خارج حدود المملكة العلامة الفارقة بالسعودية هذه المرة راح تكون الأمير خالد بن سلمان وحبس أنفاس ببرصة الأسهم والأسواق المالية ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت محاولات تهريب شخصية إلى خارج الأراضي باسلوب يشبه المغامرات السينمائية بسحر ساحر عارضة الأزياء السعودية ستسحر الجمهور الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بمهب مواجهات وسلسلة من الأحداث والطوارئ سيكون مستعدا لها فعل وردة فعل بعيدة تعيد هيبة وهيئة كبار علماء المسلمين إلى الواجهة غياب وجوه قريبة من الأمير محمد بن سلمان فيه منها بإرادته وفيه ليس منه بإرادته يواجه ويقاوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زلزالا إعلاميا عالميا ممنهج لتطويقه وهذه المرة ستسرق مع زمزم الأضواء بحدث استثنائي طوارئ بهيئة البيع السعودية وتعديل بثلاثية أحرف MBS حدث ضخم سابق لأوانه ارتباط سياسي سوف يتم ويتردد صده بالمملكة ودول جوار وأبعد المملكة العربية السعودية على امتدادها تحبس أنفاسها لحظة في استعراض تتشوق الذي يصير بالعروش والمناصب والكراسي ومكة المكرمة بالمرصاد لكل المحاولات صدمة بالمرلمان الكندي ومحيطه حملات عدوانية ضد الإعلام الكندي أشخاص وكيانات ليس فقط الرئيس ترودو نمع عائلته أيضا كلهم سيكونون بدائرة الخطر تحركات وزيرة الخارجية سيكون لها انعكسات شخصية مختلفة أو سلبية لشخصها تحركات وزيرة الخارجية سيكون لها انعكسات سلبية لشخصها لعنة الأزمات الدبلوماسية ستلاحق كندا موضة إطلاق النار بالشارع بين مجمعات ومدارس ومولات سنراها بقوة على الأرض الكندية وتصميم الجالية اللبنانية سيدعم بقوة البلد الأم بعناد وصلابة يقرر الرئيس الإيراني مواجهة الإيرانيين ورأسه برأسهم رجال دينهم من لبنان يطور الأمور بكندا المرأة العراقية من المناصب العادية إلى أعلى ابتكار أسلوب مختلف لتحركات ثورية من نوع آخر الفن العراقي بما فيه الغناء ينهض وانتشر ويوسع جمهوره رغم كل الذي حدث والذي عم يحدث سيتبين بعد غد التطبيع بين العراقي وإسرائيل الدولار ولو ارتفع بالعراق لن يشل الاقتصاد الضرب الذي يتلقاه نفوذ الإيراني بالعراق لن تضعفه أو تخبعه أو تشيله ومقتدى الصدر يلعب أخطر لعبة الطبيعية تثور وتضرب العراق أرضا وجو وتسبب في هزة أرضية مع عاصفة ترابية كاظم الساير بأغنية جديدة تغزو العالم ومن كل الشهر أمامه تحديين واحد منه قاس بداية ظهور تدعيات غامضة ومقلقة لقيود المفردة على بعض الأمور مشهد غير مألوف في سماء لبنان بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجيمة على غم قصة سركيز سركيز لم تنتهي عمل جريء تسبب بتوقيف ممثلين ومخرج أحد المناسبات ستكون ثقيلة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نهار رياضي مأساوي سقوط رمز أساسي من رموز الطائف هلع وتدافع في سوء الأحد تعكر الأجواء في عكر مناصر سمير جعجع في هذا المشهد الثائر بدء العد العكسي بمصير فنان فضل شاكر شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لم ينتهوا كشف محاولة لدك تحصينات الملك سلمان تخص الصاحة السعودية اهتمام عالي بمبنى وزارة الداخلية الأمير محمد بن سلمان يخرق قرار الكونغرس الأمريكي المفاجآت تحمل اسم تركي الشيخ مراكز القرار السعودي عين على محمد بن سلمان وعين على خالد بن سلمان انقلاب المعادلة وعودة أحد الأمراء المستبعدين إلى الحكم من جديد متابعة واسعة شعبية إلى برصة أحد العب كرة القدم السعوديين أحد الآراس السعودية سيكون حديث الناس طائرة طائرة تتبع الدوان الملكي السعودي تثير القلق يتردد بقوة اسم عبد العزيز الفضل الحارس الشخصي الخاص للملك سلمان جامعة الأميرة نورا إلى الأضواء محاولة اغتيال أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يتحول أحد الأعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفضاع بالموضوع هو الاستوب الذي سينكشف فيه والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من أمير محمد بن سلمان ما يجبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي تصفية حسابات داخل الحرم المكي هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم يجعل الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت تجاه العرش يسخن ويولع ويجمر أحد الملفات ليتخطى حضود الحرب الباردة بين بايدن والأميرة بن سلمان كل شيء سيكون متغير في الرياضة خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة رمز ديني سعودي يعبئ المشهد الملك سلمان يفاجئ المملكة والعالم وانتظره عمان على موعد مع يوم أحمر قاسي تندلع شرار التحركات في البرلمان لأكثر من مرة طوارئ تستدهي إقفال أكثر من جسر حداد سيصيب الإعلام التونسي بجرح بليغ ومناصب عسكرية أمنية ستسند إلى المرأة التونسية على متين استفهام حول طائرة ومطار تونسيين ترافق الهزات الأرضية والطبيعية مع الهزات الأمنية والسياسية والاقتصادية انتكاسة ترافق أحد خطابات الرئيس الروسي انتكاسة ترافق أحد خطابات الرئيس التونسي وفي النهاية العراق فهي القاعدة العسكرية الأمريكية تلتف بأهداف موجعة الخزعلي قائد الحجد الشعبي وحزب الله العراقي بمعارك مفصلية مصيرية تحمل دمن والضحايا المنطقة الخضراء ببغداد ستكون مع تصفيات وإلغاء الحسابات إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء